من حرب الفيسبوك والمنشورات إلى احتقان في الساحل وبوادر مواجهة محتملة بين أتباع ماهر وآل مخلوف من جهة وأتباع بشار وآل أسد من جهة ثانية لم تكن اطلالات رامي مخلوف المتكررة على موقع فيسبوك قرارا شخصيا أو كما أفادت صحيفة ديرش بيغل الألمانية أن ظهوره منع خبرا أكيدا يتحدث عن انتحار رامي بثلاث رصاصات كما عادت آل أسد في الغدر بمن حولهم وحتى المقربين ما يعني أن جهات وعشائر علوية دفعت رامي للبحث عن عملية تجيش واصطفاف لحماية نفسه ومع اقتراب دخول قانون قيصر حيز التنفيذ وانهيار اللير ثم انقطاع الرواتب عن آلاف العائلات العلوية والعناصر الموالين لرامي نتيجة لحملة استهداف وإغلاق شركاته تتجه الأمور في مناطق الساحل لمزيد من الاحتقاء الأمر الذي دفع بشار للاستعانة برجال دين علويين لتهديئة الأوضاع وفق ما أكدت مصادر صحفية في حين أن جهود رجال الدين ورؤساء الشعب الحزبية والأفرع الأمنية وحتى ضباط الروس لاحتواء التصعيد في اللاذقية وترطوس وقرى سهل الغاب لم تنجح نظرا للفوائد المعدومة على عكس ما كان يقدمه مخلوف من مساعدات عينية ومالية شهرية وهنا تقول المصادر أن حاضنة رامي الشعبية باتت تتركز في محيط جبلة والقرداحة وقرى بيت ياشوت والسقيلبية ورأس العين وزامة وعين شقاق وصولا لصافيتة ومصياف ومناطق الشيخ بدر التي بات فيها شتم بشار الأسد أمرا عاديا في الشوارع والأسواق فيما تدين المفارز الأمنية وعناصر الشبيحة هناك بالولاء المطلق لآل مخلوف بالإضافة لعائلات علوية مشهورة وكبيرة كآل جديد وخضور وهواش وحيدر والعلي وفيما يشير الانتشار الكثيف لتلك الصفحات الداعمة لرامي مخلوف إلى حجم الخلاف الحاصل تأتي مئات التعليقات لتؤكد نجاح رامي باستقطاب آلاف المواليين لجانبه رغم تحذيرات نظام أسد ووزارة داخليته بملاحقة المتابعين لها لكن ورغم الغلاء والفقر وانقطاع أموال رامي كعناصر محفزة لاستقطابات أكثر حدة تأتي صفحات موالية لتكشف عن أسرار حل عدة ميليشيات عسكرية كانت تتبع لرامي مخلوف كنسور الزوبعة وصقور الصحراء ومغوير البحر على أنها خطة لبشار مهدت منذ نحو عامين لتجريد رامي من أي أدوات حقيقية كان سيستخدمها في مأزقه اليوم في حين ورغم ما سبق يبقى التساؤل حول قدرة رامي وأتباعه على منع أي حملات عسكرية محتملة لملاحقتهم قريبا أو أن جميع ما يجري مخطط له بالأساس بما فيها قصة رامي كأحد أتباعي وأذرعي بشار المالية بلشت بقى الضغوطات بطريقة غير مطمولة لأنها صارت لا ضغطة وصارت لا تحتمالة وصارت لدرجة مقرفة وخطرة ترجمة نانسي قنقر